مشاكل مزمنة يعيشها العراق على جميع الصعد ومخاوف من تداعيات أخطر على الوضع الأمني بسبب انسداد الحلول لأطول أزمة سياسية يعيشها نظام المحاصصة الطائفية آخر فصول هذه الأزمة يعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي وإغلاق معظم المؤسسات التابعة له وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي استقالة الصدر المفاجئة جاءت بعد سويعات من إعلان المرجع كاظم الحائري والآخر اعتزاله العمل الديني بسبب المرض والتقدم في العمر فيما أوصى بطاعة مرجعية المرشد الإيراني علي خامنئي وهما دفع الصدر إلى التأكيد على أن مدينة النجف هي المقر الأكبر للمرجعية كما هو الحال دوما الصدر أشار في الوقت ذاته لأن اعتزال الحائري لم يكن من محظ إرادته وهما يظهر أن هذا الاعتزال ترك أثره على الخطوة الأخيرة للصدر الذي لطالما فاجأ شركائه وخصومه على حد سواء بقراراته وتحركاته الصدر كان قد اتخذ موقفا تصعيديا مطلع الأسبوع الجاري بإعلانه الاستعداد لتوقيع اتفاقية خلال 72 ساعة تتضمن عدم خوض جميع القوى التي شاركت في العملية السياسية بعد الاحتلال عام 2003 الانتخابات المقبلة بما فيها تياره تصعيد قابله الإطار التنسيقي برفض وتشكيك ظهر على لسان القيادية في الإطار علي الفتلاوي الذي قال إن الصدر يريد كسب ود الشارع بطرح هكذا دعوة رغم معرفته جيدا بأنها لن تنفذ على أرض الواقع ويقول مراقبون إن الصدر الذي حاول خلال الفترة الماضية إحراج خصومه في العملية السياسية عبر مجموعة من الخطوات تخذ مناورة جديدة بإعدانه اعتزال العمل السياسي بانتظار ما ستظهره الفترة المقبلة من إمكانية ثباته على موقفه وردود فعل باقي القوى السياسية على هذه الخطوة لا سيما وأنها جاد من شريك أساسي في العملية السياسية منذ تأسيسها إلى أن وصلت إلى أحرج لحظاتها اليوم ترجمة نانسي قنقر